قتل شخصان وأصيب عشرون آخرون بتفجير مسلح سيارته المفخخة في منطقة بمدينة درعا السورية وذكرت وكالة سانة رسمية أن من بين القتل والجرحى مدنيين وعناصر قوة حفظ النظام وفي مدينة حمص عثر الجيش السوري على مخزن كبير للأسلحة بعد دخوله حي باب عمرو وأظهرت صور حصلت عليها قناة العالم مواد كيموية كانت موجودة في المخزن وتستخدم في تصنيع العبوات الناسفة إضافة إلى أسلحة إسرائيلية الصنع هو حال حي باب عمرو بعد قضاء الجيش السوري على الجماعة المسلحة عمليات تمشيط الحي بغية التأكد من خلوه من المسلحين أمر تبع نحو شهر من العمليات العسكرية التي كانت ذروتها في الأيام الأخيرة فيما يتابع الجيش عملياته في الأحياء المشاورة سياسة القدم التي استغرقت وقتاً والتي اتبعها الجيش السوري جاءت وفقاً لواقع الحي حيث توخى الحفاظ على حيات المدنيين قدر المستطاع عاد عن كثرة أعداد المسلحين ونوعية السلاح الذي كان بحوزتهم المواطنون يشعرون هناك أنهم رهائن بأيدي المسلحين ومن يحاول الخروج منهم يطلق عليه النار من طرف قناصة الجيش الحر ولا يوجد أبداً معارك تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة كما يدعي الإعلام فالمتمردون في باب عمرو على ما يبدو لديهم كمية هائلة من الديناميتة ويقومون بتفخيخ المنازل الفارغة وتفتيل أسلحة غربية مصدر عثر عليها الجيش وعبوات ناسفة إسرائيلية الصون عاد عن الشيك الإسرائيلي الذي كان بحوزة المسلحين كما تم الكشف عن هويات واجنسيات عربية واجنبية لمسلحين كانوا يهاجمون الجيش السوري استسلم منهم أكثر من 700 مسلح صاروا يأخذونا ويقتلونا صاروا يفوتوا على بيوتنا ما خلوا حدي ما خلوا بيت بالمدينة إلا ما صاروا يسرقوا اليوم الحمد لله رب العالمين صرنا نطلع لبرة من شهر ما طلعنا برات الباب دا والحمد لله رب العالمين فضل كله للجيش العربي السوري جيش أخواتنا أولادنا والله يحميكم تبتون جميعاً بعد إتمام السيطرة على حي بابا عمر ينتظر من بقي فيه وصول الإمدادات والمساعدات التي ستحملها قوافل الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي وصلت إلى حمص وحيث ينتظر إلصال المساعدات كشفت مصادر فرنسية تسلل صحفيين الفرنسيين أوديت بوفيه ووليام دانييلز عبر الحدود إلى لبنان وقد وصل لحقاً إلى فرنسا وفيما أعلن الرئيس ساركوزي قرار دولته إغلاق السفارة الفرنسية في سوريا يعتزم القضاء الفرنسي فتح تحقيق لكشف ملابسات مقتل الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك في بابا عمر موقف تزامن مع تصريح مصدر عسكري سوري بالعثور على جثتي الصحفية الأمريكية ماري كولفين والفرنسي أوشليك مدفونتين في الحي حيث أكد الصليب الأحمر حصوله على الجثتين مع العمل على نقلهما إلى دمشق